السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذن متزال أمازون تفجئنا بالتحديثات أعتقد أن هذه السنة لن تنتهي إلا بعد تحديث كبير جدا سوف يكون على أمازون كيديبي وأعتقد أنه سوف تسير هذه الشركة الفرعية أمازون كيديبي على نفس خطة الشركة التوأم التي هي ميرش بأمازون أعتقد أنهم أيضا سوف يقومون بإضافة نظام التيلات وتحديد القبول أو تقليص قبول الحسابات فبالتالي من عنده حساب فليمسك به جيدا لأنه أعتقد أن الحسابات سوف تصبح أو لن يتم قبول المزيد من الحسابات على أمازون كيديبي لأن كل المؤشرات تقول هذا بدءا بتقليص عدد الكتب التي يمكن نشرها في اليوم الواحد وصورا إلى القوانين المشددة هناك مجموعة من الإحاءات التي تدل على أن أمازون كيديبي سوف تقوم بعمل تحديثات كبيرة جدا قبل نهاية هذه السنة المهم تحديث جديد صراحة هذا التحديث أنا شخصيا كنت أتساءل دائما تعرفون جميعا مسألة التريد مارك العلامات المسجلة إذا قمت أنا بنشر كتاب في علامة مسجلة ولتكون مثلا بومس إذا قمت بنشر كتاب في هذه العلامة بومس مثلا واستعملت كلمات مفتاحية أو استعملت هذه ككلمة مفتاحية وقامت شركة بومس بتحفيظ يعني هذه العلامة بعد نشر أنا للكتاب فأنا هنا عندي الحق لماذا لأنني ألا نشرت الكتاب قبل أن تقوم بومس بعمل تحفيظ أو تسجيل لهذه العلامة المسجلة لهذه العلامة أو لهذه الكلمة هذا هو الجالبه العمل ولكن هناك في الخفاء أو في الكواليس أشياء تحدث لأن هنا مسألة مسألة التاريخ حصرا يعني من السابق في النشر من الأول الذي قام بالنشر الذي قام بالنشر الأول هو الذي لديه الحق حتى وإن كانت الشركة قامت بتحفيظ تلك كلمة فيما بعد لا يهم المهم أنني أنا هو الذي نشرتها الأول إذن هناك مسألة حزم عن طريق التاريخ وهنا أمازون تقوم بأمل أعتقد حاليا قام أمازون فهمت الأمر فهمت أن هناك مسألة ما أن هناك مسألة التاريخ فبالتالي قامت بأمل هذا التحديث أول شيء أن بحثت جيدا في مسألة هذان التحديثان لأن هناك تحديثان اثنان سوف نتكلم عنهم ما بدأ قليل قمت بالبحث جيدا لكي أفهم بالضبط المغزى من هذان التحديثان وكيف سوف يؤثران علينا نحن كناشرين إذن أول شيء عندنا التحديث الأول publication date هذا إذا قمنا بعمل مثلا سوف نقوم بعمل طبعا translate لهذا التكست لكي نفهمه جيدا باللغة العربية إذن يقول لك يخبيل تاريخ النشر القراء بموعد نشر الكتاب في الأصل إذ لم يكن كتابك قد تم نشره من قبل فاختر الخيار الأول يعني إذا كان الكتاب لم ينشر من قبل فقم باختيار الخيار الأول ولكن ماذا عن الخيار التاني دعونا نأخذ هذا التكست أو قبل أن نأخذ التكست نترجمه دعونا نضغط هنا في هذا المكان لكي نرى هنا يمكنكم ملاحظة أنه لا يمكن اختيار تواريخ مسبقة لا يمكن اختيار تواريخ مسبقة ركزوا مع كلمة مسبقة يعني فيما بعد تواريخ التي سوف تأتي فيما بعد لا يمكن يعني أقصى حد عمدي هنا هو الرابع من أكتوبر ونحن الآن في الرابع من أكتوبر إذن لا يمكن نختيار تاريخ غد أو بعد غد إلى آخر إذن المسبقة جيد جدا الآن دعونا نأخذ التكست لكي نقوم بترجمته لكي نفهم أكثر لماذا وكيف يقول لك أدخل تاريخ نشر كتابك مسبقا إذن ركزوا جيدا مع كلمة مسبقا هناك لاحقا لاحقا بمعنى فيما بعد يعني تاريخ نشر الكتاب فيما بعد أما مسبقا فهو تاريخ نشر الكتاب مسبقا يعني قبل وليس بعد قبل هنا يعطونا بعض الأمثلة لكي نفهم لأن الأمر غامض لحدود الآن على أي حال ولكن نحن عندنا مثال لكي نفهم الأمر بشكل مبسط أحد الأمثلة على سبب وجود تاريخ نشر مسبق أو سابق للكتاب هو نقطتان إذا قمت بشراء حقوق كتابك من نشر آخر بمعنى هنا مثلا يعني أنا مثلا سوف أستعمل دائما المثال الأول مثلا كلمة بومس أنا عندي كلمة مفتاحية أريد استعمالها في العنوان وفي الكوفر وإلى آخر التي هي بومس وأنا أريد استعمالها الآن أنا نشر كتابي سوف أنشره حديثا الآن العلامة المسجلة تم تسجيلها قبل مثلا شهر وأريد نشره الآن فالأمازون لكي تعرف أنني نشرت الكتاب الآن بهذه الكلمة المفتاحية يعني كتاب جديد طبعا أعتذر على الصوت والإزعاج أعتذر على الإزعاج إذا قلت أن أمازون لكي تعرف أن الكتابي صحيح أنه نشر الآن ولكن لدي حقوق قبل شهر فكيف ذلك؟ عن طريقة الأوبشن هنا يعني أقوم بتحديد قبل شهر يعني أن الكتاب هو صحيح أنه قد نشر الآن ولكن أمازون تعرف أنه بالفعل أنا نشر الآن ولكن أن الحقوق التي عنده قد كانت عندي منذ شهر يعني منذ شهر ليس الآن ولكن منذ شهر هذا ما يسمى بسابقا الآن أعتقد أن المسألة مفهومة في هذا الباب يعني هناك يمكن تأجيل أو العودة إلى الوراء بالكتاب أو على الأقل بحقوق الكتاب أو موعد نزول الكتاب تفاديا لمشاكل الكوبيرايت ولكن عفوا لمشاكل التريد مارك ولكن هناك بعض التفاصيل التي أريد التواصل مع أمازون بنفسهم لكي أستفسر عنها عندي بعض الغموض في بعض النقاط سوف أتواصل مع أمازون لكي أستفسر أكثر وأكثر وسوف أضع جزء ثاني لكي أجيب على تلك الاستفسارات لكي أطرح الاستفسار وأجيب عليه على لسان أحد يعني عملاء أمازون عفوا على أحد لسان خبراء أمازون هذه من جهة هذا التحديث الأول التحديث الثاني وهو عكس التحديث الأول إذن قلنا الكتاب ينشر كما اتفقنا مسبقاً وهناك أيضاً كتاب يمكن نشره لاحقاً كيف ذلك؟ سوف أعطيكم مثال الكتاب أنا سوف أنشره اليوم الكتاب سوف أنشره اليوم ولكن أنا لا أريده أن يظهر اليوم أو غداً أو بعد غد أو بعد أسبوع لا أنا أريد أن يظهر مثلاً في التاسع والعشرين في مناسبة مثلاً الكريسمس على سبيل المثال فقط هذا فقط مثال أنا أريد كتابي أن يظهر بالضبط في اليوم الكريسمس فهنا عند الإمكانية أستطيع أن أقوم بذلك ولكن هناك بعض النقاط التي لا بد من معرفتها إذن نقوم بالذهاب إلى قائمة طبيك أو الأسئلة واستفسارات ونقوم بأخذ هذه الفقرة التي تتكلم عن الأهلية والمتطلبات يقول لك جدارة أهلية الكتب المطبوعة الجديدة لكي دي بي فقط هذه أول نقطة يعني فقط الكتب الجديدة الكتب القديمة لا يمكن عمل لها جدولة الآن ركز معي جيداً يقول لك الكتب ذات النطاق العام يعني public domain وأيضاً المحتوى المنخفض low content وأيضاً الإي بوكس الكتب الإلكترونية والكتب المنشورة مسبقاً كما قلنا هذه كلها لا يمكن عمل لها هذه الجدولة لا يمكن جدولتها ونجعلها تنشر بشكل تلقائي بعد الثانية ليلاً في أحد الأسواق الذي نحن نختاره بطريقة أوتوماتيكي هذا لا يمكن مع هذه النوعية من الكتب صراحة لا أعتقد أن الأمر مهم جداً ولكن سوف أعود إلى أحد الإيميل الذي أعتقد أنه وصلكم جميعاً لكي نقوم بدراسته لأنه فيه المختصر المفيد ثم نقوم بالخروج بخلاصة عامة ما علينا وما لينا إذن هذا هو الإيميل الذي وصلكم جميعاً يسهدنا أن نعلن أنه بدءاً من اليوم لديك خيار تحديد الوقت الذي تصبح فيه صفحة تفاصيل كتابك متحة للقراءة على أمازون لكتبك ذات الغلاف الورقي وأيضاً هارتكوفر عند إنشاء كتاب مطبوع جديد سيظهر لك خيار الإصدار كتابك الآن أو تحديد موعد الإصدار إذا اخترت جدول التاريخ الإصدار فستتمكن من تحديد التاريخ في المستقبل من خمسة إلى تسعون يوماً ليتم نشر كتابك على أمازون في هذا التاريخ ستصبح صفحة تفاصيل كتابك مرئية في الساعة الثانية عشر صباحاً بتوقيت جرينيج حتى يتمكن القراءة من إنشاء كتابك الخاص بك على أمازون في مكان لديك حقوق إقليمية يمكن أن تساعدك جدول الإصدار كتابك على السيطرة على التوقيت على أن تقرر متى يتم نشر صفحة تفاصيل أمازون مباشرة للقراء التركيز على التسويق من خلال جدول الإصدار كتاب كيديبي الخاص بك يمكنك قضاء الوقت قبل أن يصبح كتابك متاحاً للتركيز على جذب القراء وتسويق كتابك إذن المسألة وما فيها أن هذه الخطوة أو هذا التحديث تم إنشاؤه لنوعية معينة من الكتب أو لناشرين معينين الذين عندهم جمهور لكي يقوموا بعمل حملة إعلانية ناجحة وفيها نتائج جيدة فهم يستعملون هذا الأسلوب أسلوب التشويق أو الإثارة أما نحن فشخصياً لا أعتقد أنه سوف يؤثر علينا بشكل إيجابي كثير لأننا لن نستعمل هذه الطرق من الترويج لأنه ليس لدينا قاعدة جماهية منتظرة ليست عندنا باش مثلاً على الفيسبوك فيها أشخاص ينتظرون موعد نزول النسخة أو كذا أعتقد أن الشركات أو البراندات هي التي سوف تستفيد أكثر من هذه الأوبشن أما الأوبشن الأولى التي تكلمنا عنها وهي إعداد تاريخ المسبق فأعتقد أنها سوف تفيد ولكن كما قلت ما يزال عندي فيها مجموعة من النقاط الغامضة التي سوف تتضح وسوف طبعاً عن طريق تواصل مع أحد يعني الأشخاص الذين يعملون مع أمازون هم الذين لديهم التفاصيل حول هذه النقاط أو إضاحات حول هذه النقاط شكراً لكم على المشاهدة أتمنى أن يكون الصرح كافي ووافي وشافي شكراً لكم مرة أخرى وإلى الحلقة القادمة إن شاء الله